ندعو المتسابقة نجمة بنت عبد الرشيد شريف من أثيوبيا وتقرأ برواية حفص عن عاصم شكرا السؤال الأول اقرأ من قوله تعالى وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم لهم عذاب أليم سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ولا على الذين لا ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من شبيل والله غفور رحيم ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون إنما الشبيل على الذين يشتأذنونك وهم أغنياء يشتأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون سيحلفون بالله لكم إذا قلبتم إليهم سيحلفون بالله لكم إذا قلبتم إليهم سيحلفون بالله لكم إذا قلبتم إليهم لتعرضوا عنهم سيحلفون بالله لكم إذا قلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس جزاء إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون سؤال الثاني إقرأ من قوله تعالى قال قد أوتيت سؤلك يا موسى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال قد أوتيت سؤلك يا موسى وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّكَ مَا يُوْحَى أَنِقْذِ فِيهِ فِي التَّابُوتِ فَقَذِ فِيهِ فِي الْيَمْ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالشَّاحِ لِيَأْخُذْهُ عَدُولِّي وَعَدُولَّهِ وَأَلْقَيْتُ إِلَيْكَ مَحَبَّةً وَأَلْقَيْتُ إِلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُسْنَعَ عَلَى عَيْنِي إِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى مَنْ يَكْفُلُهُ فَرَجَعْنَاكَ إِلَى أُمِّكَ كَيْتَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنُ وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا فَلَبِسْتَ شِنِينَ فِي أَهْلِ مَدِينَةٌ ثُمَّ جِئْتَ عَلَى قَدْرٍ يَا مُوسَى وَاشْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي إِذْهَبْ أَنتَ وَأَخُوكَ بِآيَاتِي وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي اذْ هَبَا إِلَى فِرْعَونَ إِنَّهُ طَغَى فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى قَالَ أَرَبَّنَا إِنَّا نَخَافُ أَنْ يَفْرُطَ عَلَيْنَا أَوْ أَنْ يَطَغَى قَالَ لَا تَخَافَا إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى فَأْتِيَاهُ فَقُولَا إِنَّا رَسُولَا رَبِّكِ فَأَرْسِلْ مَعْنَا رَبَّكِ إِنَّ فَأْتِيَاهُ فَقُولَا إِنَّا رَسُولَا رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعْنَا رَبِّكِ رَبِّكِ فَأَرْسِلْ مَعْنَا فَأَرْسِلْ مَعْنَا بَنِي إِسْرَائِيلِ فَأَتِيَاهُ فَقُولَا إِنَّا رَسُولَا رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعْنَا فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدا قال فما بال القرون الأولى أسبك سؤال الثالث والأخير إقرأ من قوله تعالى إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون إنا لتاركوا آليتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون إلا عباد الله المخلصين فواكه وهم مكرمون إلا عباد فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم أولئك لهم بيضاء لذة على سرر متقابلين على سرر متقابلين بيضاء فإنكم وما تعبدون يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون فواكه وعندهم قاسرات الطرفعين كأنهن بيض مكنون أولئك لهم فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون حسبك حسنتي بارك الله فيك ترجمة نانسي قنقر